بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة الله العمين الزكر عظيم جدا حتى وإن كان الحديث فيه بعض الضعف لكن معناه صحيح وأجازته لجنة الفتوى للعلماء أكتبه لكم تحت الفيديو لكن سأتكلم وسأكون نبذة هامة جدا للحديث الضعيف التي لا أعلامها أكثر من الناس الحديث الضعيف معمول به في فضاء الأعمال وفيه كثير جدا من الأحكام الفقهية عند عدم وجود نص صحيح يعتمد عليه فلتجوا العلماء إلى الحديث الضعيف فيقدمونها على مصادر التشريع كالاجتهاد والقياس والاستحسان والمصالح المرسلتي وغيرها من مصادر التشريع وحضر من حضرتكم في عجلة الحديث ضعيفة بنيت علي أحكام هامة جدا 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 أقول أحكام وحلال وحرام لا أقول فضاء الأعمال طبعا فضاء الأعلم أولى أولا الإمام أحمد قال إذا جاءنا الحديث الضعيف في فضاء الأعمال تسهلنا وإذا جاءنا فيه الحلال والحرام والأحكام تشددنا وكلمة تشددنا لا تعني رفض الحديث ولكن تعني التنقيب والتمحيث في هذا الحديث بمعنى أنا لا أعني حديث صحيح وعندي مسألة عندي مسألة شرعية وحتاج أن أستنبت فيها حكما أم تكون موجودة فمحتاج حكم أعمل ما أخذ الحديث الضعيف أو أرمي كثير جدا من الحديث الضعيفة قالها رسول الله سلام فعلا قالها فعلا لكن هناك واحد في السند ساقط في السند فيه انقطاع فيه واحد في السند ضعيف الحفظ يعني بينسى يختبر في أكثر من 100 حديث في أكثر من 50 حديث فيه واحد ومتوسط الضبط يختبر في 100 حديث أصاب في 50 وأخطأ في 50 وكلمة أخطأ معنى زود كلمة أو نقص كلمة أو قوة ضبط يعني أصاب في 75 حديث أو أكثر لأن كل واحد من لواة الحديث يقول له فايل متى حفظ القرآن متى تعلم علم الحديث ده بيسموه علم التجريح والتعديل أو علم الرجال فحاول أحضركم بعض الأحديث الهامة جدا بنيت على أحكام الفقهية حتى تطمئن الناس وإنما تلاقي أحديث ضعيف في فضيلة في فضائل الأعمال تعمل به على طول بإذن الله إلا إذا كان يتعارض مع حديث صحيح أو فيه ده طبعا ده أشياء يعلم العماء الحديث الأول الماء طاهر في نفسه ومطاهر لغيره ما لو يخلطه شيء لاسى من جنسه فغير من لونه أو طعمه أو رايح هذا الحديث حديث ضعيف جزء الأخين متفق على ضعفهم هذلك أخذ به جمهور العماء في أن الماء إذا اختلط بشيء لاسى من جنسه فتغير لونه أو طعمه أو رايحته أصبح غير ذي صفة في رفح الحدث الأجبر أو الأصغر لمعنى لك لو بلأت مانيو أو مختصن ماء وحولته إلى صابون وأنت على جنابة وقلست فيه لم تطهر أبدا للماء أصبح أصبح لونه أبيض أبيضا فتغير لونه هذا الحديث ضعيف ما زالك أخذ من العلماء في حكم مهام جدا من أحكام الطهار حديث آخر من كان له إمام فخراءة الإمامي له قراءة هذا الحديث ضعيف هذلك أخذ به جمهور العلماء وقال له إن المصلي إذا سمع الإمامة يقرأه شيئا من القرآن فخراءة الإمامي له قراءة ولذلك إذا لم تجي من تراكع لو الإمام راكع وجد حسب لك راكع ليه للإمام قرر فتحة وقرر صور ما بين أنت ما بين أنت تتمعته ولكن يدوغ سمر ربنا صلحة تعالى فما يقول لو أنت واقف وسماعت الإمام وما قررتش لكن مع ذلك في الصلاة السرية سيدنا أبو هريرة كانوا يشدد على التابعين بقراءة الفتحة لكن أبو لكم الشاهدوا هنا أن الحديث هذا ضعيف في حكم أهم جدا أحكام الصلاة حديث آخر في أحكام الصلاة من جلس للتشاهد الأخير فأحدث فقد تمت صلاة وهذا حديث ضعيف مع ذلك أخذ به جمهور العلماء أخذ به أخذ به أصلا الإمام وابو حنيفة بني عليه حكم في قريبا أن التشاهد سنة مؤكدة تشاهد الأخير سنة مؤكدة هذا ما زل أبو حنيفة بناء على هذا الحديث جمهور العلماء قالوا التشاهد الأخير فرض التوطل بدونه الصلاة مع ذلك ما الذي قال أبو حنيفة أقول كده أبو حنيفة قال كده لأن قال لك رسول الله قال ما نجلس لا يقرأ التشاهد الأخير قال لك الجلوس فرض لكن القراءة نفسها ليس فرض المهم من أن تجلس التشاهد وخيره طبعا هذا فيه نظر والصحيح ورأي جمهور لكن الشاهد هنا أن أبو حنيفة أخذ به حديث حديث آخر لا تقرأ حائده ولا أنه فساءه شيئا من القرآن هذا الحديث ضعيف مع ذلك جمهور العلماء أو كسيم العلماء قالوا لا يجوز للحائد والنفساء أن تقرأ شيئا من القرآن على طبعا عن النزاع وخلاف بين العلماء بعض علماء أخذوا به وعضوا ما أخذوا به بحديث أخرى لكن شاهدنا أن هذا الحديث على رغم من ضعفه لكن أخذ به في حكم أهم جدا أن الحائد لا تقرأ قلوا ضعيف لم ننصيح شيئا في الشترانك مع ذلك جمهور العلماء أخذ أو الثلاثة من قامة أربعة يحرموا الشترانك دي بعض الأحاديث دي نقطة من بحر لو عادت أتكلم في أحديث ضعيفة أقول لكم أحديث ضعيفة أبونا تالي أحكام الفقية هامة سأظل أتكلم ساعات و ساعات لكن يكفي هذا عشان تعرفوا أهمية الحديث ضعيفة طبعا أنا أقول لهم أحكام الفقية فما أقول لهم فضاء العمل الحديثة بيقول حديثة بيقول من قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثلاثة مرات ثم أقرأ أساس آيات أخيرة من سورة الحشر صباحا وقل الله له سعين ألف ملك يدعون له ويصالون عليه حتى يمسي وانقاله في المساء وقل الله سعين له سعين ألف ملك يدعون له ويصالون عليه حتى يصبح وإن مات في يومه مات شهيد وإن مات في يومه ومات شهيد يعزز هذا الحديث له شواهد أيضا تقوي أن اللي بيقرأ خواتيم سورة الحشر ثلاثة آيات الأخيرة من سورة الحشر واجبت له الجنة بعد أن شاء الله هناك عديث آخر أقوله ذلك لأن الآيات الأخيرة من سورة الحشر فيها أعظم آيات الله الحسن وفيها كاسيم آيات الله الحسن إذا هتقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو علم الغيبة والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز والجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسن مسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز والحكيم نظروا فلفضل هذه الآيات السلاسة والأسماء الله الحسن التي موجود فربما كان هذا سببا في عن حظية هذه الايات بهذا الفضل العظيم. فتصور بقى كم ملك يعني كم حسنة او كم اي كم عظيم المغفرة ستحصله. لو ان سبعين الف ملك توالي اليوم. لنتحدث له مرة صباحة ومرة مساءة. يدعون لك وصلون عليك. عايز اي اكتر من كده. شون بلا متوظف كل يوم على هذا كده. والافضل من ذلك انك تنال الشهادة في سبيل الله. تصل اي منازل الشهادة. ورسول الحسن قال في الحديث من سأل الله الشهادة بصدق انبلغه الله منازل الشهدائي وان مات على فراشة. يعني بدعوات خالصة الوجه الله سبحانه وتعالى ان تبلغ منازل الشهداء وانت على فراشك. تصل اي فردوس الاعم. فربما يعني ربما مواظتك على هذا الذكر العظيم صباحا مساء يبلغك منازل الشهداء او يوفقك الله سبحانه وتعالى اعمال للشهداء او انك تموت شهيدة فعلا. يعني لك تموت شهيدا فعلا. يعني اه بمواظتك يعني يوبر سبحانه وتعالى يكلمك بهذا الذكر لانك او اصبت عليه للحصول على الشهادة فيعطيك ما هو افضل ان تبوت شهيدا فعلا. فانا احكيت بلكم الزكر ده تحت الفيديو انسخوه انشروه في ايكون على الشمال جنب العلوان اضغط على الايكون على الشمال بيتفتح الوصف في الفيديو انسخوه هذا وانشروه 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 هذا العلمي في طوابا عظيم. العلم علما انه اجرم عامل بياه من القيامة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.